بمناسبة الأحد الأولي من الصوم الأربعين المبارك ترأس سيادة المطران خرسف ورسعة الله مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة قداس أحد الأرثوذكسية وذلك في كنيسة في دخول السيد إلى الهيكل في مطقة الصوفية بعمان بحضور عدد كبير من المؤمنين تل القداسة زياحوا الأيقونات داخل الكنيسة التفاصيل في سياق التقرير التالي في كل عام وخاصة بالأحد الأول من الصوم الأربعين نحيي تذكار نصر الأرثوذكسية المجيد الذي رفعت به الأيقونات المقدسة حيث ترأس صاحب السيادة المطران خرسف ورس بهذه المناسبة البهية خدمة قداس أحد الأرثوذكسية والمعروف أيضا بأحد رفع الأيقونات المقدسة بمشاركة كل من قدس الإيكونوموس إبراهيم دبور وقدس الإيكونوموس باجس خوري وقدس الإيكونوموس بطرس جنحو والشماش صفرونيس حنى في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل الصوفية بحضور عدد كبير من المؤمنين وأهالي المنطقة المحتفلين بهذه المناسبة يا جندي يا محابي وأقدم لك شكرك موقظة من الشدائد لكن في مرحبا لكي وإحسن لكي يا جوحار أطيقين من أصناف شدائد حتى أصناف إليكي إِقْرَحْمِيَ عَرْبِيَا عَرْبُ سَسْحَرْبِيَا عَرْبُ سَلَمَا إِلَى الْرَبِّ نَطْلُوْ وَأَشَارَ صَاحِبُ السِّيَادَةِ فِي عَذَةِ الْقُدَّاسِ بأن كنيستنا المقدسة وضعت أحد الأرثذكسية الأحد الأول من الصيام لكي نعلن إيماننا المستقيم الرأي لنكون بعلاقة سليمة مع الله ومع الآخر وأيضا تكريما للأيقونات مؤكدا أنه بالإضافة للأيقونات التي تعلق بالكنيسة نحن أيضا أيقونات حية وصورة الله الحي فينا اليوم الكنيسة كمان منعيش أحد الأرثذكسية وهي أحد رفع الإيقونات المقدسة ونحن اليوم بعد ما نخلص المناولة بنا نعمل دورها في الكنيسة بالإيقونات المقدسة رح نبلش من رواق الكنيسة ونمتد لكل زوايا الكنيسة اللي فيها رح نحكي دستور الإيمان نرفع الإيقونات المقدسة ونشكر ربنا على نعمة الإيقونة اللي يعطانا إياها في الكنيسة مصدر للعجائب اللي منها عجائب بتصير دائما باستمرار وبدي أطلب منكم إشي ما تسمحوا لأي فكر يدخل لأفكاركم غريبة عن إيماننا مثل يحكو لكم ما تزوروا الإيقونات لأنه من خلالها رح يصير في مرض أو يحكي لكم ما تجوش على الكنائس لأنه في الكنائس رح يصير مرض انتبهوا الشيطان أي ظرف بمر في العالم بيستغله حتى يمشي مخطط الشيطان إن تكونوا حكماء ونحن أبائكم الروحيين مننبهكم بكل محبة في قلبنا لإلكم ولخلاصكم أوعكم تنجرفوا ولا هذه الكلام أوعوا يخطر بذهنكم أي فكر بسيط إنه نحن منتناول من معلقة وحدة أوعكم أبنائي نحكي يتناول عبد الله جسد ودم الرب والمخلص يسوع المسيح لمغفرة خطياك لحياتك الأبدية وشفاء النفس والجسد ألفين سنة والكنيسة بتناول وما عمره إنسان واحد طول ما صارها ما نعدى أوعكم تدخل هاي الأفكار في أي ذهن واحد مننا مرأة أوبئة وأمراض كتير أخطر من الأمراض من كورونا ومن كل إشي بنسمعه نعم نحن رح نأخذ احتياطاتنا الاحتياطات اللي بيحكونا إياها النظاف الشخصية الإيدين عدم التقبيل شو إيش بيشوفوه هن يبخدوه ولكن نحن بنا ننتبه ما يصير عنا ضعر وخوف ما يأثر على إيماننا المسيحي وعلاقتنا مع الكنيسة وربنا وأسرار الكنيسة وهم إشي نتطهر من وسخ الخطايا توبة إذا فرجينا توبة لربنا ربنا رح يحمينا ما في خوف في البيت التائب في المدرسة التائبة في المؤسسة التائبة في وين في توبة المسيح حاضر بيطهره بيشفي من كل المخاطر والأمراض والضيقات آخر شي فكرة اليوم بأحد الإيكونات كمان نحن في الأحد الإيكونات منكرم إيكونة الله اللي في كل واحد فينا عشان هيك اليوم الكنيسة بتنبهنا كيف تكون علاقتنا بالقريب ومن هو القريب بالنسبة إلنا كل أخ إنسان هو القريب بالنسبة إلنا علينا إننا نحبه نتعامل معه بمحبة وبرقفة ننتبه على هذا الشي علاقتنا ببعضنا البعض تكون علاقة سليمة ومتينة لأنه هاي هي إيكونة إلهنا المتجسد اللي هو تجسد من أجلنا لبس صورتنا حتى يقلهها يقدسها فبالتالي كل واحد منا بيحمل صورة الله أبنائي كل سنة وأنتوا سلمين نعمة ربنا تكون معكم وفي نهاية القداس أقام صاحب السيادة مع الآباء الأجلاء بمرافقة المؤمنين زياح الأيقونات المعتاد داخل الكنيسة الذي أدخل البهجة والسرورة إلى قلب الأطفال الذي يعتبر تأكيدا من المؤمنين على اعتزازهم بكنيستهم المقدسة وافتخارهم في تاريخها المشرف والحافل بالإنجازات موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل سنة وأنتوا سلمين أبنائي بركة الإيكونة نعمة المسيح أمنا الفائقة القداسة وجميع القديسين والقدسات يرافقوا كل بيت من بيوتنا ويكونوا حاضرين فيه حتى يحموا بشفاعتهم لدى الرب الإله كل سنة وأنتوا سلمين